اسمع لما قالك ما فيش حاجة اسمها ببلاش اهو ستة وستين مليار جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة على السجاير ستة وستين مليار ما عندوش امر حميني واي وزير دلوقتي عشان يرضي السيسي بقى اهمه الوحيد يلم فلوس اسأله محافظة قاهرة اللي من كام يوم قال للرؤساء الاحياء البلد عايزة فلوس شدوا يحلكوا شوية عالغرامات ده تصريح لمحافظة قرارة زبوع اللي فات بيقولوا رؤساء الاحياء البلد محتاجة فلوس شدوا يحلكوا شوية عالغرامات غرامات هو ده شعار السيسي ما عنديش حاجة ببلاش هعمل لك طريق يبقى تدفع اسمع زي ما انا هعمل لك المحور ده اسمع ولا هقول لكم عليه زي ما انا هعمل لك المحور ده اللي كانت يوفر عليك ميت كيلو غربا او شرقا عشان توصلوا تعدي لما اجا حط محطة رسوم ما تدقيقش مت ايه يا فندم مت ايه ما تدقيقش ادفع بقى ايه وادفع ايه مفيش حاجة بالجدد ببلاش مفيش ببلاش خلاص واحنا هنعمل كل حاجة اللي انتوا عايزينها مصنع عطور ومصنع عطور انت بتعمل من الضرائب انت ما بيجيبش فلوس من عندها انت بتعمل الطرق والمستشفيات من الضرائب اللي بتاخدها مني من الستة وستين مليار بتاعت السجاير من الستة وعشرين مليار دولار بتوع التحويلات العمصرين في الخارج من الرسوم اللي بنتفعها على الورق من الفواتير اللي بتاعت الغاز والكهرباء الدولة دي مش بتاعتك انما المواطنين البوسطاء الحمقى المغفلين فاهمين انه بيكلم صح ومصح بيجيب منين فلوس هو يقولك انا هعملك لا مش هتعمللي اصلا دي فلوسي من التأمينات والمعاشات ومن الضرائب على كل شيء في الدنيا انت ما عملت ليش انت ما جبتش فلوس اصلا انت من ساعة ما جاء انت ومبارك وعبد الناصر دي فلوس من الشعب دي فلوس نحنا ما بتعملوش من جبكم فلوس الجيش خدتوها لنفسكم اما الطرق والحاجات دي بتتأمل من فلوس الشعب ومع ذلك بعد كده يقولك هعملك يا كداب انا بس عشان في مواطنين حمقى ومغفلين يقولك ايوا بيعمل لنا لا ما بيعملناش دي فلوس كنتو الدولة مش كائن هلامي الدولة حصلتها هي الدرايب 77% من داخل دولة السيسي من الدرايب والباقي بقى جايبوا من قناة السويس بتاعتكم جايبوا من تحولات المصين في الخارج بتاعتكم جايبوا من السياحة بتاعتكم هي دي الدولة هي دي فلوسها مش بيقولك اعمل لك انا هعمل لك لا ما بتعمل ليش سوري ولا الجيش بيعمل ليه انتو بتعملوا علي السبوبة الخلاصة يا حضرات ان احنا مش في دولة احنا تحت حكم اصابة بتاكل اي حاجة قدامها الغريب قبل القريب والدولة دي والنظام ده شايف المواطن ده سبوبة مصلحة من قزمة قلباني الاطفال لقزمة البطاطس للسكر للدواء وفي كل مرة ما تلاقيش غير نفس الاصابة بتدور ازاي تحلبك وطول ما انت ساكت وبتدفع هم هيبقوا مبسوطين منك قوي 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 لانك عوكل وهم بيلعبوا دور طلع الزكريا مبسوطين منك لانك بتدفع في كل حاجة